الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك المفدى تعزيه ومواساته إلى أصحاب السمو الملكي الأمرى وأنجال الفقيد وإلى أسرة آل سعود الكرام داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء مشيداً جلالة الملك المفدى بمآثري ومناقم الفقيد وجهوده رحمه الله في خدمة وطنه ومجتمعه والشعب السعودي الشقيق وأساماته مع أشقائه أصحاب السمو الملكي الأمرى في تعزيز نهضة المملكة العربية السعودية الشقيق وتقدمها وازدهارها وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله عن خالص الشكر والتقدير لأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الصادقة الكريمة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة والروابط والصلاة الوثيقة التي تجمع المملكتين والشعبين الشقيقين سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته هذا وقد عاد جلالة العاهل المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته مساء أمس ترجمة نانسي قنقر